موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا النهاردة ان شاء الله بازني اللي هنعمل اكله مفيش حد بيحبه اكتريتي الشعب المصري ما بيكلهاش وهو ايه العتس ليه بقى ما بنحبهاش لان العتس من الحاجة الوحيدة اللي بتحلق على صدرينا فاكتريتي الناس ما تحبهاش اطفالنا وازوجنا ما يحبش يكلوه فاحنا كزيني خليها ما تحميش على صدرينا احنا ان شاء الله جايبين معاكو حاجات هنحطها على العتس والحاجات دي كان انا جربتها ومنتازة وكويسة جدا 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 فانا هنحط ان شاء الله معاكو هنا كوسة 3 كوسات كبار انا هنا جايبه ربع كوله عتس هنا 3 كوسات كبار ماشي زودي الكوسة زي ما انت عايزة كوسة بتديله بخليه طري جدا جدا ما يحماش على صدرينا خالص وهنا معايا جزارتين كبار وهنا معايا بطاستايتين وبصرايا وفصنتو وفي حاجة تانية هنحطها وهي الحاجة التانية اللي معايا هي البسلة فيه ناس هتقول ايه لعكي ده و ايه الحاجات دي بس انا جربتها وانتوا جربوها وشوفوها مش هتبطلها سنتاكلوا عدس ماشي فاحنا هنحط معاكو هنبدأ الفيديو علشان بس ما نطولش عليكم احنا هنحط اهوة الكوسة بس المية بتبقى تزيدها شوية لانه في حاجات كتير هتسلي فاحنا بنحط المية تزيد شوية وين البطاطس ودي البصلة فالسنطوم والجزر والبسلة بسلة مجبن بدا شوية عشان كتفي الفريزل واحنا دلوقتي اه روح اسلقها فتضيف الحل لو هسلقها وارجع لكم تانية بعد السرقها بس والله اجربوه هيعجبكم قوي وكمان مفيد جدا لأولادنا لان في النشويات والخضار الخضار والكوسة والبسلة والجزر البطاطسنة شويات العكس من البليات ويبصوا يعني ماشي الله عليه اكلة جميلة ومفيدة جدا جربوها مش هتندم وانا هسلقوا معاكو العدس وارجع لكم تانية احنا دلوقتي رجعنا تانية اوات ودلوقتي بحمر البصلة انا حطيت حبة زيت ومعالاقة سامنة كبيرة وقطعت بصلتين حطيتهم عليها البصل هيتطبل شوية وبعدين نحط الشعرية هو فيه ناس بتعمله برز وناس بتعمله بلبرغور وناس بتعمله برصانة عصفور بس هنا صراحة مش حبة لحدات دي كلها هو شعرية احسن حاجة شعرية بتبقى خفيفة مدخلوش يعجل بعد ما بيسوي فاحنا دلوقتي هنحط على الشعرية على حسب ما احنا عايزين تقل العتس هنحط على مسلا عايزين مو تقيل هاكله بعيش هنزود الشعرية عايزين خفيف هنحط شعرية حاجات بسيطة فاحنا هتشوفوا معي انا ولا عايزين خفيف ولا تقيل هتشوفوا معي نحط قدق شعرية وبعدين ما شعرية تتحمر هنحضرين عليها الاقطة وبعدين العتس وبرضو الاقطة مش هنسبكها هي دوبة تاخد غلوة واحدة بس علشان احنا مش عايزون نحلق سدرينا فمش هنسبك الاقطة هو غلوة واحدة بس وبعدين هنحط لقع عليها العتس هتشوفوا معي الآن انا هوت احط معاكم الشعرية انا جاي بروفع كله شعرية هنحمر شعرية خلتها تصفر بعدين نحضرين عليها الاقطة اقلبوا جدوا جربوا ومش هتنضم هنسب الشعرية تتحمل شوية هنسب الشعرية تتحمل شوية هردعلكتين هنسب الشعرية تتحمل شوية انا هو اتحملت الشعرية مع البصرة. احطي عليها الطماطم. انا نسيبه الطماطم بتغلي غلوة واحدة بس. ايه اتغريت معي غلوة واحدة بس. خلو اشتغلي اكتر من كده عشان احنا عايزين يسبكها عشان تبقى العدسة خفيف. فهي غلوة واحدة معي وانا دلقت عليها العدسة قوت. واحنا هنحط لها المياه بقى لحسب ما احنا عايزين. على حسب ما احنا عايزين التقل بتاعه. يعني احنا مسلا عايزينه خفيف. هنحط له مياه كتير. عايزينه ناكله كده هو تبقى حلو ولا خفيف ولا تقيل. هنزود له مياه قليل. هنحط له مياه قليل. هنحط له مياه. هيتقل ما تخفوش. هيتقل لما يجلي هيتقل خالص. هنحط التوابل بتاعته. فلفل اسمر وكموع وملح بس. ونحط حاجة اكثر من كده. وانا مش قادر اقول لكم بقى العدس مسكر يعني زي. مسكر جدا. طعمه جميل قوي. وانا هو اتخلصت العدس. وغرفته. اهو. مسه ولا تقيل. ولا تقيل ولا خفيف. اهو. تاكل بالعيش وبالمعلقة. مش قادر اقول لكم بقى على ريحكو ولا على الطعم. وعملت جامبيب تنجان مقلي. وفلفل. ومردتش احطي دقة بالطعم. احطيت عشان يتكولون. فحطت بس ملح وكمون. اهو. ولما يجي اه بتتسوعه على النار. وبقلبها على طوله عشان الشعرية ما تلزقش في اعر الحلة. اهو. وجربوه مش هتندمه. وبالفة هانا وشيفه. السلام عليكم وحتو الله وبركاته.